السلام عليكم تمنى كل شي يكون بخير وعلى خير كينشي ريجيم اللي بقى ما بدأت تبدأ واللي بادية الله يكمل عليها تمشي في نفس الريتم ديالها الفطور ديالي كانت تحريشة ديال الصراع بيضة مسلوقة شوية الزيتون واحد المعالقة صغيرة ديال الجبن واحد اربع ديالاناناسا ده فطور انا وليداتي ده فطور انا لغدا كان الكرعين مع الحمص طيبتهم بلا زيت وطبسي ديال شوية البربا ماطيشة الفجل والخص فقط صباح اول حاجة قبطت تشيشة رقيقة ديال الشعير اربع ديال المعالقة حيث بزاف ديال الناس كي يقول لكم معرفناش الحرشة واش ناكلها في الريجيم والللا ايها كانت الحرشة صحية ناكلها في الريجيم ندرت ربعات المعالقة ديال تشيشة ديال الزرع البلدية كما اشترها باقي فيها شوية ديال النخالة وعندي كاس ديال الماء اللي صباحة نشرب فيها على الريق صفي ديال الماء طيب باش نكبو فوق هاد تشيشة ديال البلبولة حتى تغطى ليها ونخليها حتى تنفخ و تشرب لي هادا كل ما كي يجو الحرشة تزوينين وبنان لدي شوية الزيتون و شوية الزعتر الزيتون نحيد له لعدم طبيعة الحال وعن قبض هنا يوحدة ربعات المعالقة ديال البلدية وربعات المعالقة ديال البلدية وعن زيت واحدة المعالقة كبيرة ديال التحين ديال الإيلان اختيارية تقدروا تزيدوها تقدروا انكم ما تزيدوهاش هذه معالقة ديال التحين ديال الإيلان كنحاول الدقيق ديال الإيلان ندخله في الماكلة وفي الخبز هكا باش تكون عندنا حرشة غانية يعني درت الملحة لحساب الدق وعن دير شوج المعالقة ديال الزيت البلدية هاد الحريشات تقدروا تصاوبوهم وديرهم في المجميد تجيب دوقت ما بغيتهم مره خبز مره حريشات هنخلط مزيين ونضيف الزيتون ونضيف هذه الزعتان نحكو بنيت ديال هكا تكونوا منقينوا بطبيعة الحال بالعواد هاد الحريشات راكي يجيوز وينين وبنان ومنسمين كما قلت لكم احتفظوا بهم في المجميد جبدوهم تصخنوهم وفطروا بهم بالصحة والراحة حريشات اللي هم صحيين كمشتو معي بسبستوها شي شوية وعن ضيف هذه تشيشة اللي كتكبيت عليها المطايب كمشتو رات نفخات وشربات هذك المديلة وعن ضيف الزيتون بعد كن ضيف الماء المعادين المبارد من الروبي سافي وكن بدي نخلط هكا وكن ضيف المحتكة تجمع ليه وبعد كن ديل المقلة تقيلة انها تسخن وكندوزهم في تشيشة رقيقة سافي وكن طيبهم سافي كن ديران مقلة تقيلة كتسخن سافي كنقرسهم هكا كنديرهم حريشات صغيرين هكا باش يكونوا عندنا باش ديرهم في المجمد اما إلا كنتم مع عائلة كبيرة ديري حرشة كبيرة هكا وحطيها لي كل عائلتك سافي درت هات الحريشات ووليداتي درت لهم حريشات بسميدة سلقت شي بايد درتوا انه وقت تسلق والحرشة كالطيب كمشتو معي انا لدي هذه الاناناسة اللي كنت لقيتهم مرخص خلدينا منهم شي ثلاثة والاربعة هذا فقط بخمستاش الدرهم سافي وحطيتها في الطبيسة اللي كيبغي يجب اندرت لي واللي كيبغي تزيته اندرت لي وقطعت هذه الاناناسة حريشات كي يجيو لادشكير كي يطيبوه كيتحمرو كي يجيو لداد وبنان وكي يشبعوه المهم هذا هو الفطور دينا خفيف الضريف وحاجة كتنوعيها وكتعطي العين كتاكل قبل الكرش دينا واكل اللي هو صحي الفطور دينا هو هذا حرشة بيضة مسلوقة وحطة خمسة دسيتونات مالقة صغيرة ديها الجبن وكويس ديالتي اللي هو مسوس اللي كتبغي تشرب قهوة تشرب قهوة كل واحدة واللي كتبغي انها تشرب هذه كأنا نصارها صغيرة مش كبيرة حجم اللي هو صغير طيبة الكرعين قدرت البصلة ماذا تلزيت لتشي حاجة فقط نقصت العافية على الكرعين وخليتهم انهم كي طيبوا ودرت هاد هاد الشليضة هادي مع الغضيوة احنا قدرت ماطيشة والباربة وشي الخص والفقوس كماشيتم معي شلاضة ديالي والكرعين بعد ما طابوا قدرت ليهم الحمص واحدة المزيودات وقدمتهم بالصحة والراحة كنت خرجت تشريط الخص كما نقول لكم دائما نشفوه دروه في البوطات واحتفظوا بهم في تلاجرة كي قلست عشرين ما كي وقاليه شي حاجة نشفوه مزيان ودروه ورق نشاف بالنسبة للناس اللي كانوا يساولوني على الثمن ديال الروس راهو هذا هذا الروس الأصمر حتى نجربه نقول لكم كداير في المدق دياله رباقي ما طيبتوش كسكسو ديال اللي ساولوا عليه الناس راهو هذا خرجت في العشية اخذت كاس ديالاته شوية ديال المكسارات اكتر في ديال الشوكولات جيت مكان شفية الجوع خذتت الأفوكات عشيت بها هذا هو العشية ديالي ما خبيت عليكم بتشي حاجات شلي كيت النار كله حيث الكرعين ومع الحمص يعني شدو الوقت النهار الغدلي نقيت شوية ديال الخضراء بتاطا حلوة شوية اللوبيا البروكولي واحد ثلاثة القريعات لقيت هذي كتبع دمو المماعن خذتها ومدرت بها المنتيف هذا كتعطيفها الحقيقة وحد المنظر الزوين الخضراء يعني كتكون يعني كتجيزوين بشكل دياله كي يكتسو طيام هذي الخضراء كتجيزوين المهم برتخزو اللوبيا هم اللوول نبعد زيت عليهم اللبطات الحلوة واخر حاجة هي الكورجيت و هذي الكورجيت والبروكولي ضغيكي طيب غصلت واحد دلاحة انا دائما دلاح كنغصلو ب كنديل الصابون كنغصلو مزيان مزيان هكا كتخافو الوليدات يأكلو شي حاجة كمشي هذيك الماء يبدل هخرج تزوينا حمراء وبنينا صافي درتها المفط اللاجة انها تبرد في العشية يأكلوها وليداتي كانوا بغاوص در ديالتجاج بلاك خيم و البطاطا بغي مع الروس درت لي هم لك الشي اللي بغاوص وانا كان باقي عندي الكرعين ازتغال الخضراء بخرت الخضراء صافي وقدمت الخضراء مع مع الكرعين صافي الغضاء هذا النهار الثاني كان نشاركو معاكم بحيث الكرعين بطبع الحال نحن جوج ديالناس وليداتي مكابوش ياكلوه نحن ناكلو كمية كاملة كثيرا انا كان اكل طرف واحد ما كان زيت الشراج اللي كاية وكل هوا كيبغي الكرعين والكرشة نحاول ندخله مرة في السيمانة مرة 15 اليوم الخضراء هي تلاقي صبره معدنوس وشيطة ثومة وكذلك كرعين مسخنو ومعرقة صغيرة موتار ونزيد نموعدنوس ونزيد كخيم ونخلي لك الشيكاية طيب ونقدموه لدراري كي يجيزوين والديد يعني بنسبة الناس اللي مدينة الشريجيم من هالطبق كي يجيبنين بزاف ولكي راكا يغلط بطبيعة الحال احنا لدعيرين ريجيم ما نقربوش لهذا الشيء الميولي ذاتي ما كان نحرموهم بشانا يعني مرة 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 كان ديليهم ذلك الشيء اللي يبغاوا بطبيعة الحال صافينا البطاطا تسلقات ثلاث شيء ديال البزارة البيض معلقة ديال الزبدة والحليب وعنطحناء بهذا الراس هذا يعني خاص البطاطا صافي وكان خليها كت تطحن اليام ومن بعد كان قدمها كتجيبنينة وكتجيب حالة الشكل هذا كي مشتوا معي كتجي خاطرة صافينا قدمت يعني الوليداتي بحالة الرز والبطاطا يعني كي يجي طبق زوين وولديد صراحة وليدتي كامل 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 المهم أحسن بحالة شي تصاوبونهم في الدار يعني وخايا من خارجين برا ما يبقى شي يشتاهوها طاكو بيزا صاوبوها في الدار أنا قدمت الخضراء بعد ما شحرتها يعني معلقة صغيرة زيت البلدية المهمنا التبصيد يلي هو هذا ما راجلي حطت الكرعين كتر مني حيث أنا ما كان ناكلهم بثاف ما عنديش معهم بثاف يعني طرف واحد كي يقهم مني ما كان قدرش نزيت كما قلت لكم راي طيبته بلا زيت يعني في الحقيقة الكرعين مهم من حيث فيهم لديك المادة ديال الكولاجين يعني كنحتاجوها الجسم ديالنا مره مره كندخله معاك الاكل ديالنا يعني واحد يشريهم مره مره تقدري انك الطيب وتقسميهم معلاف جوج تحطي الكيمية دابة ومبعد تحطي الكيمية الأخرى في المجميد هكرا مزيانين فيهم كتلكم الكولاجين يعني بلوك يتباعوا بواحد ثمن اللي هو غالي على اللي كان كما إلا كنتوك تلاحظو كان شحال هذي كانوا تمام ديالهم كان رخيص على مقارناتان مع دابة وحطيت الطبق ديالي على تشكلها دا والغذيوة ديالي مهم شاركت معاكم يعني يومين متابعة دخلت لكم الغذاء ديال البارح وديال اليوم يعني انا معاش نطيب شي حاجة عندي شي حاجة في الدار الشعيطة اراعا نسخنها ونزيد عليها خضيرة وعناكل دا والتبصل ديالي كليت الحمد لله شبات بعد التزوح ثلاثة دسوية اناكل شي ديال البلاح ولا يشعل بركة جاني الجوع في الليل اناكل شي حاجة خفيفة ما جانيش الجوع راه ما ناكل ترجمة نانسي قنقر